فلنسأل المسيح ذاته من أنت يا رب يقول من كان عطشانا فليأتي إلي ويشتر إن الناس يسألوننا إن كان لكم إيمان وتريدون أن نؤمن فما هي فائدة هذا الإيمان الله موجود وما حاجتي إلى هذا الإله يا أحبة المسيحية ليست دين واجبات المسيحية حياة من يسألنا ماذا ينقصني بدون دينكم نقول له تربح كل شيء وتخسر حياتك بالذات المسيحية هي ليست دينا إنها وجود إن كان الناس يا أحبة يبحثون عن شيء فلا يبحثون في العمق والنهاية إلا عن المسيح ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان الإنسان وإن أمن الطعام والمآكل واللباس والحضارات لا يمكن أن ترتوي حياته يقول القديس نيقول لاوس كفاسلس يقول إن غاية الأشواق إن أهم عشق عند الإنسان هو أن يصير كالمسيح لذلك في فردوس نعرف أن الحيا والشيطان كيف جربت آدم وحواء لم تغوي الإنسان بتفاهات لم تعرض على الإنسان الحيا أي الشيطان أهدافا بسيطة قالت له تصيران كالآلهة لأن الشيطان كان يعرف أن ملتمس الإنسان الأخير عشقه في القلب الداخلي هو أن يصير إلها وفعلا في هذه الخدعة غوى الشيطان الإنسان والإنسان ما زال مخدوعا يظن أن عليه ما عليه وينسى ما هو بالحقيقة له وإليه إنما على الإنسان أن يحب الله أن يعيش للمسيح أن يتعرف عليه ترجمة نانسي قنقر